بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الدرس التحولات السريعة والتحولات البطئة في هذا الفيديو نتطرق ان شاء الله الى تحول البطئ وننجز تفاول ثيوكيبريتات السوديوم في وسط حمضي ننجز النشاط التجريبي التالي ننجز النشاط التجريبي التالي في كأس يحتوي على محلول ثيوكيبريتات السوديوم محلول ثيوكيبريتات السوديوم ثيغة الايونية اثنان الآن أزائد ثائد أفس اثنان وثلاثة اثنان نقيس محلول عادي من اللون نضيف الى هذا الكأس محلول حمض حمض كلوريدريك عشد زائد زائد سائل نقيس عشد زائد أكو زائد سائل نقيس أكو نيء ممية في البداية يكون محلول عادي من اللون في البداية في البداية يكون الخليط عادي من اللون ثم بعد اللحظات ثم بعد اللحظات يظهر يظهر الكبريت الكبريت له لون أسفر فيعطي للمحلول أو للخالط يعطي للخالط لون أبيض مصفر أبيض مصفر فيعطي للخالط لون أبيض مصفر يدل هذا على أن التفاعل بطيء بما أن في البداية يكون عادي باللون ثم تدريجيا يبدأ اللون الأبيض الأبيض المصفر نقول أن التفاعل نقول إن التفاعل بطيء نقول إن التفاعل بطيء معادلة التفاعل معادلة التفاعل وعادلة التفاعل وعادلة التفاعل المزدوجات نكتب في البداية المزدوجات المتفاعلة المزدوجات المتفاعلة نطلق للتفاعل بطيء لتفاعلة المزدوجة المتقدة كيبريت في سنل ونصفر يظهر كيبريت كما يظهر أيضا تنائي أكسيد الكبريت والماء والمزدوجة الثانية هي SO2 تنائي أكسيد الكبريت S2 و3 2 ناقص الأنصاف المعادلة نصف المعادلة الأولى S2 أو 3 2 ناقص نفس طريقة لموازنة النصف المعادلة S نعوض العرضة بسهمين دعاكسين ثم نوازن على الضغط S2 2S الماء الأكسجين موجود في اليسار وغير موجود في اليمين لن نضيف الماء ونوازن نوازن الماء 3 أم الأكسجين 3 أم نلاحظ 6 ضرات الهيدروجين على اليمين كذلك نكتب 6 أجزائيب لأننا وسط حمضي في اليسار ثم نوازن الشحنة 0 شحنة في اليمين كذلك يساوي صف نصف المعادلة الثانية كذلك نفس الشيء S نلاحظ في هذا الحالة أن المتفارل S2 و3 يلعب دور المختزين وأما في المزدوجة الثانية S2 و3 يلعب دور المؤكسيد لأن المزدوجة دائم تكون Ox على Red Ox مزدوجة دائم نكتب Ox على Red إذن يلعب دور المختزين في هذه المزدوجة ويلعب دور المؤكسيد في المزدوجة الثانية لهذا يسمى التفاعل يسمى الأكسدا الذاتية تسمى النوع دي التفاعل أكسدة الذاتية إذن المتفاعل S2 و3 إثنان ناقص كذلك نعوض أشياء الأخرى S2 نعوض العارضة بسهمين متعاكسين وعيد قلنا يلعب دور المختزئ يلعب دور المختزئ في هذه الحالة ودور المؤكسيد في هذه الحالة المؤكسيد يكتسب الإلكترونات والمختزئ يفقد الإلكترونات إذن S2 و3 إثنان ناقص من الجهة الأخرى S2 نعوض العارضة بسهمين متعاكسين نوازن الكبريت S2 إذن 2S نلاحظ عدد الأكسجين أربعة إذن نضيف الماء في هذه الجهة لكي يتوازن الأكسجين ثلاث درط أكسجين زائد واحدة أربعة أربعة بالنسبة للهيدروجين تكونا أيضا نضيف درطه هيدروجين أو يونات الهيدروجين من الجهة الأخرى نوازن المعادلة يعني نوازن عدد الإلكترونات شحنتين سالبة من هذه الجهة شحنتين موجبتين إذن نضيف أربعة شحنات سالبة يعني أربعة إلكترونات لكي يتوازن أربعة نعقل جز جز شحنات سالبة كذلك جز شحنات سالبة المعادلة معادلة الحصيلة معادلة الحصيلة اثنان أربعة إلكترونات عدد الإلكترونات متساوي اثنان اس اثنان او ثلاثة اثنان نقيس. زائد ست اجزائد من الجهة الاخرى جوج اجزائد اربع اجزائد. الكترونات من الجهتين اربع الالكترونات اربع الالكترونات اعداد يساوي السفر. اش اثنان او من هذه الجهة وثلاثة اش اجزائد من الجهة الاخرى. اذا اكتب اثنان اش اثنان او. زائد اثنان اس. زائد اثنان اس اثنان اثنان. النلاحظ باني يمكن ان اختزل الالاتان. اختزل اثنان اربعة اثنان اثنان اذنن اختزل الالي اثنان يبقى عثة اثنان ثلاثة نقف. زائد اثنان اش زائد . يعطي اثا زائد اثنان او. زائد إذن هذا بالنسبة لتفاعل البطي